بمشاركة حوالي 800 شاب وشابة من الروابط الشبيبية في فرع حمال اتحاد شبيبة الثورة بدأت فعاليات المخيمات الشبيبية التربوية التطوعية لصيف 2021 هذه المعسكرات هي عبارة عن ورش عمل تقيمها المنظم لرعاية طبعا ريت المواهب والهوايات وتنميتها وتنمية المهارات الشبابي وزج الشباب في المجتمع مجتمعنا دائما بعطاءاته انطلقت المخيمات الشبيبية التربوية في محافظة حمال اخذت طابع الانتاجي والتطوع بالإطلاع فيها نشاطات موسيقية رياضية في ان نشاطات انتاجية ممكن احنا نطلع ضمن المدينة حتى خارج المخيم بعمل منظم وبتوجيه طبعا ضمن خطة المنظمة بتعاون مع مديرية التربية وتحمل هذه المخيمات طابعا انتاجي تطوعيا تشمل ورشات حوارية وتنمية للمواهب والمهارات الشبابية ودورات صحية واسعاف اولي ودفاع مدني اضافة الى انشطة فنية ورياضية اليوم عنا انشطة رياضي متنوعة عم نقوم بألعاب مسابقات تدريبات رياضي زومبا وتحضير لخطام معسكر الشبيبي بعروض رياضي ممتازي عنا هون ورشة تدريب عمال دفاع المدني في حال وقوع اي كارثة لا يتمكنوا عنا هون رفاق الشبيبيين من مساعدة المصابين اذا كان بالحارة اذا كان بالبيت لا يقوموا يعمل في حال مدني من اسعافات اولية وانقاذوا واطفع في عنا اصوات كتير حلوة يعني اكتشفناها من خلال المعسكر وفي عندي مواهب بعزف رح نكون معاهم نحنا لحتى يطوروا نفسهم ونساوي شغل ان شاء الله كتير حلو اليوم نحنا تعلمنا اذا كان في حريق قدامنا كتعامل معه وتعلمنا كيف نتعامل معه على البيت الحريق وكيف نطفي الحريق اليوم نتعلمنا كتير شغلات مثلا بحالة اغماء شخص معين مثلا قدامنا فينا لازم اول شي نتفقد تنفسه حرارته ونبضه لنعرف اذا هو عايش او لا عم نجهز لعرض رياضي اخر للمعسكر نحنا هون تعرفنا عناس كتير ومساطنا كتير وستفدنا من خبرات جديدة ان شاء الله ترجع سوريا مثل مكان يشار الى ان هذه المخيمات قد انطلقت في خمس مراكز بالمحافظة وتستمر حتى الخامس من الشهر القادم للاخبارية السورية علي شحود حمه